طيب النهاردة وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني في القاهرة جون كاسين اعتراضا على تصريحاته اللي ألهم بارح بعد الحكم اللي صدر في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت واللي متهم فيها ثلاثة من صحفيين الجزيرة كاسين قال إن الحكم سيقلل من الثقة في الخطوات اللي بتقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار وبناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري ده كلام السفير البريطاني الخارجية اعتبرت هذا الكلام هذه التصريحات اعتبرتها تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري وإن اللي قام بهذا الكلام يعني يتنافى ويتعارض مع العراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها الموضوع ما يعني انتهاش عند هذا الحد لكن طبعا تصريحات السفير البريطاني لقيت ردود أفعال كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي في ناس دشنوا هاشتاج على تويتر بعنوان اطردوا السفير البريطاني وطبعا ده بسبب انه الناس اتضيقت ويمكن حضراتكم شايفين دلوقتي بعض التعليقات على هذا الهاشتاج اللي هو اخذ عنوان اطردوا السفير البريطاني مش عارف معنا المستشار أحمد أبو زيد يا جماعة طيب هو الجماعة عندنا في الستوديو في الكنترول بيقولولي زمايلي بيقولولي انه المستشار أحمد أبو زيد ده المتحدث باسم الخارجية ووزارة الخارجية اعتذر عن الكلام في هذا الموضوع وانا طبعا كنت اتمنى ان المستشار أحمد أبو زيد يتكلم في هذا الموضوع وموضوعات اخرى لكن للأسف مش عارف يبدو ان احنا دلوقتي ساعة عدت كام يا جماعة ساعة تسعة ونص وخمسة يمكن المستشار أحمد أبو زيد خلص الدوام بتاعه خلص يعني ساعات للعمل لانه انا بقول ليه كده لانه في ضجة اخرى حوالين انه المستشار أحمد أبو زيد مرضيش يتكلم حسب ما يقال يعني مع مراسل نيويورك تايمز وانه هذا المراسل لهذه الجريدة ورئيس المكتب مدير مكتب نيويورك تايمز قال انه المستشار أحمد أبو زيد قال له مش بدي تعليقات بعد مواعيد العمل الرسمية ده اللي منشور دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي لكن بشكل عام قضية ما يعرف بخلية ماريوت دي خلينا نقول كده بكل صراحة ده صداع احنا تسببنا فيه لنفسنا ويمكن لو حضراتكم مفاكرين التعليق اللي قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي لما سؤل في هذا الموضوع كان يفهم من تعليق رئيس الجمهورية انه كان من الأفضل انه القضية دي ما يعني ما تبدأش بالمرة يعني ليه لانه المستفيد من هذه القضية هي أو هم أعداء الشعب المصري ان هذه القضية استغلت واستخدمت لابتزاز المصريين واستخدمت لكي تقوم دول معينة وقوة معينة وخلينا نتكلم بكل صراحة قطر وتركيا وجماعة الإخوان استخدموا هذه القضية بشكل رائع جدا لتشويه صورة مصر لتشويه صورة اختيار الشعب المصري بعد 30 يونيو كان ممكن ان احنا نستغني عن ده كله لو الإجراءات التقاضي أو إجراءات النيابة قبل ما توصل الأمور إلى هذا الحد كانت ترحلوا الجماعة دولة من الأول وخلاص خلونا نشوف طيب السفير البريطاني قال ايه؟ سؤال المطروح هو هل نبني الاستقرار وكلنا نعدم الاستقرار في المصر الجديدة بأفعال لا أقوال فقط ولكن هل نبني الاستقرار على أساس حش ومأقت بهرمان الأفراد من هوريتهم وهكوكهم منصوصة في الدستور المصري أو نبني الاستقرار القوي والحقيقي دي كانت تصريحات السفير البريطاني اللي قناتنا قناة تن واللي طبعا استفزت ناس كتير جدا من المصريين ويدشنوا هاشتاج بعنوان اطردوا السفير البريطاني معظم المصريين بيعتبروا ان ده تدخل ومش بس المصريين طبعا الحكومة المصرية وإحنا يعني قلنا تكلمنا عن استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على هذه التصرحات اللي بتعد تدخل في شؤون الداخلية المصرية لكن يعني ادي الله ودي حكمته زي ما بيقولوا يعني